السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام السعيدة بلقائكم في العدد فيديو جديد وفي وصفة جديدة مرحبا بكم في قناتكم منطباق عتقه وصفة اليوم التي سنقطر عليكم عبارة عن تاخد داموند او التورتة بالكريمة اللوز وتعتبر من ارقى التورتات التي يمكن ان تقدموها للعائلة تأتي معلكة وصفة العجين مرملة اللون ذهب وصفة جديدة وصفة جديدة وصفة جديدة وصفة جديدة على بركة الله نبدأ في استراد المقادير نتمنى لكم فورجة ومتع نحتاج المقادير او العجين المرمل 125 غرام زبدة من اصل حيواني ضروري انها تكون زبدة العبار نحتاج 250 غرام خاصة بالحلويات جديدة مع القبار السكر رشة الملح وبيضة هذه المقادير على بركة الله نحضر الطريقة نحضر الطريقة نأخذ واحدة الاناء وصفة نغرب الدقيقة مع السكر نغرب الزبدة نضيف الزبدة الزبدة نضيف 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 الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف المقادير الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة الزبدة سمتغل إلد الزبدة سمتغل الزبدة سمتغل الزبدة سمتغل لذلك في المرأة ستجمع باللغة سنجمعها ستجمعها ستجمعها نهائيا سنجمعها نتجمعها نكورها نغلفها ندخلها إلى تلاجة يوميا بعد أن ارتاح 60 دقيقة ليلة كاملة اضافة لجهة لا تخسر و هناك جوش الورقة من الطبخ و يمكنك تعملون غير جوش البلاستيك لذلك كان البلاستيك البيض تقطعه و تقضيه بشكل هذا و نحاول أن نسرح العجين لي هذه الطريقة صراحة لا تصدق العجين في المكان و نسرحه و كذلك لم يتصدق العمل لان يحبن نستعمله الكثير لأن نستعمل الكثير و نستعمل الكثير لأن يشعر العجين بعد أن تقضي العجين هذا هو السمك و القياس سوف نقوم بسيئة و هناك السمك و نرى قليلا لأنه يحل من الأسفل فهذا السمك لا تكون شرقية لا تكون شغليتها سوف ننزل تحديد طريقة من الطبخ اضيف مالك بالكيار اضيف نضيف مالك اضيف مالك اضيف مالك اضيف مالك اخرج من المال اضيف مالك يكون حسن. ومن بعد تبدأ وتقدوها في المولد لكم. ولا بل لكم شي جنب يعني نقطة العجن كتحيدوه بالموسم البلصة اللي فيها الفائد. وراء الطريقة سهلة بزاف يعني كتاخدوا الاطراف ديال الاصابع ديالكم وكتحاولوا انكم تقدو الجوانب مزيان يعني ضروري جوانب يكون مقادي لانهم غديبان اه في التقديم ضروري انكم تكونوا في نتوهم مزيان وخذوا الوقت ديالكم من كافي انتم ما كتقدوها وحاولوا الجوانب تقطع ليهم شيوية باش ما يبقاش هادا كل هو ما تكونوا تحت من الايطار او لطاحت من المول. المية بالالمول فيه 24 سنتيم هذا اللي استعمالت. إلا كنتقدم ممكن تسعملوا كذلك الميني تقطة اليه أو الليل لأ المولات الصغري اللي خاصة اللي خاصة بليه تقطة. وفي آخر مرحلة. إحاولوا ان انا بالسكنت ان نقادو الجوانب كيف ما كنت shoveley مهم انهم يكونوا من قادبي لانهم غيبانو. هذا هو الشكل ديالها بعدما قاديتها. covid a اetrCHOI سوف ندخلها في الثلاجة أو مجموعة يجب أن يكون أحسن ومن ثم نعمرها بكريمة اللوز نحتاج المقادير 150غ الزبدة من أصل حيواني 150غ زبدة من أصل حيواني 150غ السكر مرش حبات البيض نضع نصف ناشا 20غ نمر على بركة الله نحضر الطريقة 150غ زبدة من أصل حيواني و تكون محرارات المطبخ بحرارات المطبخ سوف نضيف لها 150غ السكر كيف تبع لكم مقاديرا كلهم بحل 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 السكر واللوز وكذلك الزبدة 150غ في كل حاجة سوف نبدأ نخدم الزبدة بسباتيو حتى نحصل على كريمة لتجيبها لشكل البوماد و نضيف المطبخ القرفة مع الزبدة كيف تبع لكم منذ دفترة غير والدي و تنصف فوق من زبدة سوف نضيف المطبخ حتى المرحلة لنا سوف نضيف فيها لوس بودرة و كذلك الناشا هذا هو القوام اللي خاصنا نحصل عليه بعد ما كان نخلطه زبدة مع السكر كان نحصل على شكل اللي كيكون بحشكل البوماد غدا نضيف عليه معلقة كبيرة ونصف ديال للناشا ناشا ترولة ميزينة ما يعادي لعشرين جرام ومية وخمسين جرام ديال اللوز اللي ممكن تعوضه باللوز اللي كيكون يعني جاهز وكيكون على شكل بودرة وبعدما نضيفو جوجيا الحبات ديال البيض كانضيفو البيضة الاولى وكانخلطو و別اد كانضيفو البيضة التانية وكانخلطو وكانحصلو على كريمة ديال للوز اللي كاتلجيدة بزايف واللي فعلا كانتمنى انكم تزربو هالطرته باش تعارفو عليش كانتكلم لانها فعلا كاتلجيدة وكاتباع بتامن باهد في المحلات ديال الحلويات من الاحسن انكم تزربوها في المنزل لانها كاتلجيدة كريمة ديال لوز بحاج جاهزة وكذلك العجين ديال التورتة حتى هو جاهز غد نعمره تورتة ديالنا بالكريمة ديال لوز ونحاولو انا ننقدوها مزيان ننقدو لها السطح ديالها ملاحظة صغيرة بنسبة لناس لي ما غاديشي عملو الكريمة ديال لوز ممكن كذلك تعمرها باللي بغيتو غير هو حكا طيبوها مبعد كتخرجوها تعمروها ولكن قبل ما تدخلو التورتة ديالكم احسن انكم تعمروها بشي حاجة اللي اتقيلة تقل على التورتة ديالكم باش ما تنفخش متالا ندروا فيها الحمص ولا اللوبيا وكتخرجوها تعمروها مبعد ما قديت لوجه ديال التورتة او للوجه ديال الكريمة جيدا بطردية الملعقة او بشي سباتيولا كان نعمل فوق منها شوية ديال لوز ايفيلي وغاتي ندخلها للفرن شاعل من الاسفل فقط حتى كتتحمرنا كيبان جوانيب تدهبو كنشعلو لها الفوق هذا هو شكل ديال لطخة تماما بعد ما نخرجوها من الفرن سباتيولا فعلا تجيل ديتها بثاف وزوينة في شكل ديالها يعني تستهد انكم تصرفوها كنشخن شوية ديال نباز او لا ممكن فقط دهنو الوجه ديال لطخة بشوية ديال كونفتيو كدهنوها مزيان ثم سنخلي واحدة كتبرت تماما ونوريكم كيفاش تجي من الدخل وكيفاش يجي الشكل ديالها شكل نهائي ديال وصفة اليوم اللي اقترحت عليكم طرطة بالكريمة ديال لوز كي يجي على هاد الشكل كتجي بصراحة كتجي بعجين كي يجي هائل مذهب كي يجي صراحة زوين بثاف ما كيتقلصش الحجم دياله فعنا كتجي لديدة بثاف انا غادي نقطع عليكم واحد الجزء بشوف كيفاش كتجي من الدخل كنتمنا فعلا ليعجبات والوصفة ديال اليوم وكذلك اعجبوا المحتوى ديال القناتي شجعني بالاشتراك بالقناة وكذلك يفعل جرس باش يوصلكوا جديد لايك الفيديو لعجبكم اذا عندكم اي سؤال خليوا لي في التعليق ان شاء الله غادي نجاوبكم وهذا هو الشكل ديالهام بعد ما تنقطعوها كتجي روعة روعة فعلا كتجي زوينة بثاف من ينظر بها غادي تعجبكم اكيد وهذا هو الشكل ديالهام بعد ما قطعتها من الداخل كتجي معلكة من الداخل والعجين ديال الصابلي كي يجي مرمل وكي يجي زوين وهشيش واحد لا تخت صراحة كتجي معبين لده وكذلك كتجي راقية في المنظر ديالها ان شاء الله بإذن الله نتلاقاه في الفيديو القادم كنشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة